اختتمت جولة ثانية من المباحثات بين روسيا وأوكرانيا في غابة بيلوفيتج بلاروسيا. توصل الجانبان إلى تفاهم حول إنشاء ممرة إنسانية. واتفق على عقد جولة ثالثة من المباحثات في أقرب وقت ممكن. هذا وقال مستشار الرئيسة الأوكراني مخايلو بودالياك في اليوم ذاته. أن وقف إطلاق النار الفوري واتفاقية الهدنة وإنشاء الممرة الإنسانية هي القضية الرئيسية الثلاثة في المباحثات. وتوصل الجانبان إلى تسوية بإشان إنشاء الممرة الإنسانية فيما لم تحصل أوكرانيا على نتيجتها المتوقعة. يارفلا ديمير ميدانسكي رئيس الوفد الروسي ومساعدة الرئيس الروسي. أن القضية الرئيسية التي تم حلها خلال هذه الجولة من المباحثات تتعلق بسلامة المدنيين في مناطق الصراع. وذلك وفقا لقوله يعد تقدما جوهريا. وقال المفاوض الروسي ورئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوم الروسي ليونيت سلاتسكي أنه ليس من المستبعد أن تكون روسيا وأوكرانيا بحاجة العقد جولات متعددة في المستقبل.